صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي تصنعوني فيه. حياني لسه صحي من النوم. اعمل افتكر كده شوية حاجات يعني. تعرفين واحدة ما او ما بيسحى من النوم كده عقلو. بيبتدي اشتغل ويفكر في حاجات غريبة ويفتكر حاجات بين زمان وكذا. فجاء على بالي كده مش عارف يعني كانت ايه المناسبة بالزبط لكن اهو جاء على بالي افتكرت حاجة. زمان. زي ما انتو شايفين المانوان مكتوب احزار خاضعات الفيسبوك. ايه هو مخاضعات الفيسبوك. ما عايزك تحزم. تبقاش مغفل. وتبقاش مغيب. طبعا? دعي ممكن الحاجات دي اللي حقيم عليها القناة التانية ان شاء الله. بس طبعا 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 حاجات خارجة بدي يعني بعيدا عن بدي يسقم. طبعا حاجات في الحياة العامة. بس لسه انا بس قدامي شوية حاجات كده. حتي مع العز من البيت. فقريب ان شاء الله هنبتدي في القناة التانية الجديدة. لحد النهاردة ان انا متقرر ان القناة التانية دي ان انا غيرت اسمها اليها القناة اللي كنت عاملها للرعب. لو عارفينها كان لها كنت مسميها اه نظر وورلد. دي غيرت اسمها خليتها المحمد علي. اسب لكم اللينك بتاعها تحت حتى عشان تستنوني فيها لحد ما اروق كده وابتدي فيها تسجيلات. عارف كده من شوية يعني. اهو بصحيت. عمد في انجان القهوة. وقاعد. انا مش عارف والله انا مش يعني مش عمد. لكن الحاجات دي مورد على اعقلي كده. بالصدفة. وافتكرت زمان على صفحات الفيسبوك. انا كنت مشارك كده في كم صفحة. دلوقتي انا مستحيل اشارك في صفحة. بخصوص بديس لان انا عارف ان محتويات الصفحات دي بعيدة بكل البعض عن بديس بعيدة كل البعض عن العلاقات السوية. بعيدة كل البعض عن الاحترام. انا عايزك تفتح كده وتخلي بالك. انت كماستر. ويعني حاجة مخصصة اعتبر للمستر بس. ماستر يعني لو لو شغلت عقلك شوية. فكرت كويس. هتلاقي ان المستر ده يعني اه يعتبر هو الشخصية الحقيقية للراجل اصلا. بعيدا بعيدا تماما على المبارسات بديس. خلي الممارسات دي على جنب. يعني انا فيه فيه شخص بالمناسبة الاول فيه شخص كان مرة داخلت سألني اعلق تعليق. اه كان مختلط عليه الامر يعني. انا مش عارف انا كنت معلق فين فشخص دخالي يقول لي. انت بتتكلم عن الحاجات دي حاجات دي جنسية. والكلام اللي احنا فاهمينه. فانا فاهمت وقلت له ان الحاجات دي بعيدة كل البعض. عن يعني مش مش مواضيع جنسية مش مش حياة جنسية والكلام الفاضي ده. فهو مش وقتانع ليه لان الفكرة اي حد بيشوف حروف فيديس ام فبيروح يعمل عليها البحث في جوجل. لما بيعمل البحث في جوجل. فبيطلع له تعريف غريب الاطور. على ويكيبيديا. ان هي ممارسة جنسية تقام على مش عارف ايه والكلم ده. حاولت باليوم مرة زي ما قلت لكم قبل كده ان انا ادخل على ويكيبيديا وعملت حساب وكتبت تعريف جديد. لكن طبعا مش هيتقابل ليه لاني لازم فكرة الجنسي ليه تنتشر بايه طريقة. يعني انت لو شخص شايف نفسك تعبان من شيء في الحاجات اللي عايك كلام تعليه هتخص بيديس ومش عارف نفسك. فتيجي تبحث فتلاقي قدامك ان انت شخص آآ عندك هوس جنسي. هي دي الفكرة اللي هم عايزين يوصلوها لك مش اكتر. مش عايزين يعرفوك ان انت مش مش مريض نفسي ولا حاجة زي ما انا ما هنا بعرفك. مش عايزين يقنعوك او يعرفوك شيء يخليك تعيش حياتك بطريقة صحيحة سليمة. لا. هم عايزينك تقتنع تماما ان انت شخص مريض جنسي. ويقنعوك بالفكرة دي بيحيس ان ان انت او بيحيس ان هم يبرمجوا عقلك الباطن ان انت تبقى حياتك كلها مجرد جنس فقط لغير. انا قلت لكم كتير قبل كده يعني كتبت كتير على الصفحة. يعني شخص اللي بيمارس العلاقات دي بشكل مستمر مع اي حد بالزبط بالزبط زي المعلش يعني في الكلمة عذروني اما وانت ماشي في الشارع كده هتلاقي واحد عامل قليطة في الشارع. فقوم انت قلع البنطلون وفي القليطة دي. انت فاهمني طبعا. اكيد فاهمني يعني. ده بالزبط ده التعبير الانسب للعلاقات الجنسية المستمرة مع اي حد ومع فكار ان العلاقات القليطة دي مع علاقتك مع واحدة ما تجاوزها بتاعتك انت فقط لغير انت الوحيد اللي بتلمسها. حاجة كده بمبوناية معاك. بمبوناية معاك في اي وقت تحبها. فانت بعقلك قارن وبرحتك. المهم انا يعني الشخص اكيدك طنع. يعني بيجي اسقيم او الكلام اللي انا بتكلم هنا فيه بالتحديد بيخص جانب نفسي. وهو بفعل جانب نفسي. المزخية والماسوشية والساد والماسوشية والكلام ده كله. يا جماعة مش ميول جنسية. دي ميول نفسية. وانا هنا عمري ما هقولك انها مرض نفسي. لا هي ميول نفسية. وتقدر انت كشخص. اه ما تفكرش ان انت مريض نفسي. ده اللي انا بدي اقولك هنا. ما تفكرش ان انت مريض نفسي. ما تتعبش نفسك. ما تخليش حد يحبطك وما تحبطش نفسك. انما عيش. اه يقولك النفسية دي بشكل صحيح. وانت مرتاح. بدون اي غلط. وبدون اي احباط. وبدون اي. شخص يحثك على الانتحار. طيب. الموضوع اللي كنت اتكلم فيه ان انا كنت اتكلم افتكر وجاي احزاركم. من خاضي عاطل فيسبوك. كان فيه صفحات زمان. امعرفش موجودة. لا بسرعة. اه الصفحات دي تبقى مسلا لشخص او اشخاص. يعني هو اي عيل بيسمع. بيسمع. بيروح يقرق كلمتين. اللي على ويكي بيديا. اللي ريت. ان شاء الله هكتب مصطلح. وكل حد بيسمعني. هطلب منه يعمل حساب على ويكي بيديا. ويدخل يغير المفهوم زي اللي انا هغيره لان. عشان نبقى مجموعة مع بعض من غير المفهوم ده. لان انا كفرد الوحدي مش هيقبلوا كلامي طبعا. هما مشين بنظرية القطيعة. طيب. الصفحات دي بتعمل ايه? عيل اسمع الميول دي. ايه راكن متين. ايه را شوية. ان جاي عامل جروب. الجروب ده بيعمل في ايه? بيلمي فيه بنات وحارين كتير. ما بيقبلش غيره. وبيعمل ايه البجا? بيقول لهم ان انا هدربكم ازاي تكونوا خاضعات. وكل الحريم اللي في الجروب دول. آآ يعني هيعتبرهم ان هما مملوكات لهم. وطبعا الباقي انتو استنتكتول واحدكم. اصبح كل واحدة بتبحس عن ميولها او بتبحس عن شيء زي ده. ما تعرفش يعني ايه? هتقابل الشخص ده في الشقة بتدخل الجروب. هتبقى سليف لشخص هي اللي بتعرفه شونا هو يعرف. يعني انا ادم حريم واضربهم. المنظر اللي عام كده هيبلين لها ده شخص قوات. مشكلة اما الستات او البنات دول عندهم عقل. يعني مفيش حد معلوش عقل. كل الناس ده عرف تفكر. كل الناس عند عقل بتعرف توزنوا الامور ده صح وده غلط. انما الشخصيات دي بتستغل فكرة القاطية اللي تربينا عليها من وإحنا صغيرين. نظرية القاطية. اتبع القاطية. وإلا ستقوه لك. وغيرة القاطية بيعمل حاجة عادلة بيتكلم مسلا في في مصلحتك او في دينك او اي ان كان. لا اللي بيتكلمه في اه. يلا مع علينا. فاحذر النوعية دي من الحريم. نوعية اللي بيكون مستهلكة. نوعية اللي بيكون عارفة كويسة يبتها من ايه. وانت بتيجي كشخص عايز ترتبط فبتدور فبتلاقي شخصيا انت ما تعرفش على حاجة. ففي الغالب بيكون واحدة من دول في الغالب يعني. مش بقولك كل ابنا لا لا. في الغالب. بعض الشخصير دي اللي هكون على الفيسبوك هتكون موارد على الحاجات دي. يبيكون على جروب وصفحات وكلام الفاضي ده. ففكرة انك ماستر دي فكرة لازم تطورها. ما تسيبهاش مهرتقة. ما تسيبش اللي رايح واللي جاي يقول لك انت لازم تبقى كزا وانت لازم تبقى كزا. انا بقولكش حتى اسمع كلمة انا او مش غرا كلمة. انا لأ انت عايزك توزن انت الامور بنفسك. يعني فكرة ماستر ايه. ففكرة لو فكرت كواست لقيه ماستر ده هو الراجل يعني شخصية الراجل الصحيحة. والشخصية الحائية للدقر. بعد اصح بعيدا عن الممارسات خالص. اه فاحذر الشخصية. الله لازم. فجلة ان واحد يلمي بنات كتير. ويقولهم انا هعلمكم ازاي تبقوا خاضعات. والفعل يعلمهم ازاي يبقوا خاضعات بس. هو مش فاهم ان هو قواد. يلمي حريم كتير حواليه يعلمهم شيء. فبنى بوجهة ناظري انا بشوف الراجل قواد. او شخص قواد. والست اللي بيكون طلع من تحت ايده دي بكون ست غير صالحة. غير صالحة لشخص غيره. بكون ست مستهلكة. ليه? خلينا انا بيعارفين كويس جدا ان فيدي يسقام هنا. العلاقات الخاضعة بتاعتك اللي انت هتتطبق بيها وتتجوزها وتعيش معها حياتك دي. لازم تكون من البداية ما تطبع على طبعك. انت مش بتكلم ازا كانت مرتبطة قبل كده او لا. ده ماشي. مش هنتكلم فيدي خالص. لكن. آآ لازم تكون الشخصية دي بتتطبع على طبعك انت. ولازم تكون الشخصية دي يعني انت يعني زي يعني نختصرها بكلمة انت اللي هتربيها على ايدك. مش هتدخل. مش هتطلع من تحت ايد واحد. معلش يعني. مش رقاصة ايه. وتدور على نفس الشخصية الرجل ده ونفس معاملة الشخصي ده مع واحد تاني. وما فيش. الكلام ده. الكلام ده ما ينفعش. مفيش معاملة. من شخص هكون زي شخص تاني او اشخاص دي. كل واحد له معاملة منفردة لوحده. كل واحد له. الحبكة بتاعته. كل واحد له. شخصيته. فانا جاي بس لكم كلمتين دول وبحذركم من خاضي عاطل فيسبوك. احذروه. وبرضو يعني الكلام ده للبنات. احذروا الشخصيات دي. مش فقط هي لا بتقول هعلمكم ومش هعلمكم ويعملوا الجروب خاص ويلنبوكوا جوه. انا مسلا انا انا مش بعلم حد بعين. انا بقول معلومات للجميع في قناة قناة مفتوحة لأي حد بيشوفها. ما عنديش جروبات ما عنديش اي كلام من ده. فبس احبي تقول لكم كلمتين دول واشوفكم مراجعين.